ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي مع مدير مكتب محول أمية بمحافظة مارب منير السقاف وفريق التوجيه التابع للمكتب سير العمل في مراكز محول أمية لسيما في مخيمات النزوح والتحديات التي تواجه العملية التعليمية فيها وخلال اللغاء شهد المهندس الحاشدي بالجهود المبذولة من قبل فريق التوجيه والمعلمات العاملات في مراكز محول أمية والذين يؤدون عملهم بشكل طوعي رغم الظروف الصعبة وأكد استعداد السلطة المحلية في محافظة الجوف لتغنيم التسهيلات الممكنة للتغلب على بعض العقبات والتي تعترض سير العمل كما دعا وكيل المحافظة إلى تعزيز التنسيغ مع روضات سبا لتوحيد الجهود واستثمار المواقع والإمكانات المتوفرة بما يختم العملية التعليمية بشكل أفضل ومن جانبه عبر الأستاذ منير السقاف عن تقديره لدعم السلطة المحلية في الجوف مؤكدا استمرار الجهود لضمان توفير فرص التعليم للأميين خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد حاجة ملحة لمثل هذه الخدمات ويذكر أن مراكز محو الأميات تلعب دورا حيويا في تحسين مستوى التعليم في مناطق النزوح وتعتمد بشكل كبير على الجهود المجتمعية والتطوعية لتحقيق أهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر